اشتركوا في القناة كيفك شايف؟ يا هلا هلا وسهلا انت كيفك شو اخبارك؟ الحمد لله والله بخير يا هلا فيك والله يا شايف اصلتك بخدمة يا شايف ايه تفضلي ان شاء الله تطلب حلو ايه واب تطلب بدي حلو والله شو هي ايه والله والله جاي على بالي نمورة نمورة ياوه ايه والله حلو بس النفة انه عجينة تبعك تبعبين فاذا بتعملنا ياه بعجينة البقلاوة تكرم عينك بعجينة البقلاوة هلا ما عدت ترقوه هلا ما عدت عنكم وقتل حتى ترقوه عجين وما كذا ايه ايه عمكون خلص بالعجينة الجازة تكرمي بس لحساوي لك الوشطة على قصولة ولحساوي لك قطر كمان شو لا ايه تكرم عينك لحنشكلسلك الامور يا هلا يلا انطري الوصفة مع السلامة يلا مع السلامة باي 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 انا هو اللي بدنا ياه اكلة نمورة يا غوالي اجت بوقتها يا هيك المشتركين يا بلى الصراحة مشتركين متابعين قصدي احلى فلناي بكل مجرة مرحبا يا غوالي كيفكن؟ حلقة من برنامج مأكول الهنى وين؟ على تلفزيون الان هلا يا غوالي نحن نعملكم اكلة نمورة بهالاشطة وهالفستو هنحط فيها شوية فستو يعني كأنه الساعة بتبعت مدرش شو بده اكلات تانية والله ما بعرف ولحساوي لكم كمان الاشطة هاي اشطة بتعتمدوها عطول يلا شو عارفوا معنا يا غوالي بسم الله ان شاء الله ما تكون بعثت شي قد اكلة تانية هلا يا غوالي اول شغلة احنا عملها هي الاشطة هعملكم اشطة بالبيت اقتصادية وان شو بتعتمدوها يعني اشطة بتساوها عطول شلون هيك بتشبه الاشطة الحموية بس اشطة مطبوخة بتستخدموها بشو ما بتكون نمورة غريبة باشطة شو ما بتكون اكلة اشطة فايتة عالفرن هاي الاشطة على اول يعني ابلا حتشكلسوا اموركن على اخر اول شي بجيب عندي وعتين طنجرتين يلي هو بدي حط بطنجرة لتر حليب بسم الله شايفين على الحليبات شغلة يا براتب همشي يكونوا حليبات الزراف والتانية نص لتر يعني 500 ميلي وهلأ مناخدن بس مو كلن بس وحدة وبنطلع فيها عالنار بسم الله ناكوينو ها ليكو ها بين ما تسخن معنا ما بديها يغلي انتبهوا بس بديها يسخن سخونة بجيب سميد ناعم يلي بيسموه طحين الفرخة انتبهوا وبدي كمان نشا بس كأنه حلقة اكلون وبدنا هلأ معلقة المعلقة بجيبتي اساسا عطول معلقة اكل بدي حفلة 500 ميلي من الحليب معلقة نشا مقوبعة معلقة اكل يعني من النشا صفيان عنا معلقة نشا على قد لو ما في كان انا نقطع عطا الصغير ونروح نجيب نشا شوفوا 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 شو عبساوي انا اتطلعوا بلا اربو اربو اتفرجوا عب حاول افتح الكيس وهو مشؤوم من هون هاد هو السميد الناعم طحين الفرخة انا عب حاول افتح هلأ الكيس هادا يكون مفتوح من مكان ثاني كمان وانا عم ضيويت اوه واخيرا بدي حط من السميد الناعم معلقتين بدي اخفون بالحليب يعني بدي النشا يدوب بالحليب قبل ما ارفعون عن نار يعني بخلطو ع البارد وهلأ بطلع فيون لوين عن نار طول ما النار شغالة عليه انا عم بحرك وعم بستنى الحليب التاني ليس خون هون لتر وهون نص لتر هلأ هون الحليبات عنا سخنوا وهون لسا عب حرك هلأ شو بدي نزل هون عندي خل ابيض الحليب ما غلي بس صخن قبل درجة الغليان قريب ثلاث معالق اكل من الخل الابيض بسم الله خلي نزلون وجيب معلاء قوي شي وضلع بحرك لحتى يفرط فرط كامل شايفين شلون هيك هاد طفينا تحتو من نخليه عالتصفاية هلأ عندي هون شو بدي ساوي هون بدي سكر بدي حليه شوي يعني لسا ما غلى مشان يدوب السكر يعني يقدر معلقة اكل مسح من السكر بحطه عليه وبحرقه قبل ما يبلش يتقل ويصير سميك معي وهلأ بعد ما تقل معي القوام هجيب الطنجرتين واجي امانة غبت عنكن كتير والله ما غبت يعني كل ما اخد معي الموضوع ولا شي هدول هلأ بدي صفيهم هدول تعاوا شوفوا القوام تبعون هيك شايفين هاد القوام يلي بديها هيك قوام تقيل هلأ هون شو بدي ساوي لحتى ارفع الدسامة أنا اليوم عندي عم بساوي اشطة فا اشطة هي عبارة عن شي دسم فينا نستعمل كريمة لكن انا ما حاستعمل كريمة انا حاجيب سمنة وحط معلقة من الاكل سمنة حيوانة تقيلة ظريفة لطيفة شغل ابراتب لحتى ارفع الدسامة هون تبع الحليب وهي معلقة سمنة هيو سخنة مو سمنة سخنة الخليط سخن وبخلطه نضغري معه هيك يا ويلي ريحتة خرافية هاي عالتبريد تمام وهي هلأ عالتصفاية بسم الله هلأ بجيب مصفاية واذا عندي ماشي قطن نضيفة بحطها هون وبنزل عليها هدولة هلأ هاي بديها تصفي عالآخر عالآخر يعني عالآخر يعني ما يصفى فيها نقطة مي قاعدة دايما الاشطاء يلي بنشتغل فيها بالأفران يلي بدا تفوت على نار لازم ما يكون فيها مي ليش لانه بتغلي هي حيكون فيها سوائل لكن لازم نحنا نشفها قدر الامكان قد ما نشفناها قد ما بتعطينا نتيجة ظريفة ومتماسكة بتطلع هاي خليني نشفها كتير منيح بتتذكروا الوالدة شو كانت تعمل الحجة عنكم بالبيت هون على الحنفيك ما حاللكون أنا أنتوا كتبونا هاي وينتا أخذها وهنيك شو علاقة الحنفية بهاي خلاص أنتوا لحالكم كتبونا تحت يا غوالي خساد خليه هون يصفي وهلأ شو بنا نعمل يا غوالي بدي أعمل لكم القطر القشطة عملناها وبنا نعمل القطر وبعدها من نشتغل بالوراء ونفردها تمام القشطة السماعة خلصت صحيح بس بنا نبرد هدولي بالأول وخلينا نعمل القطر بين ما يبردو لأن القطر لازم يكون بحرارة المطبخ شوفوا القطر على الشكل الآتي عندي ثلاث كاسات من السكر تقريبا بيطلعوا يعني 400 جرام تقريبا بدي حط عليهم نص مي وبيدي حرقهم تحريكة خفيفة وهلأ برفعهم على النار النار هادية القطر حلاوته يعني مو الحلاوة اللي فيه قصدي يعني ظرافته ينطبخ عمهل على النار هادية مو بسرعة مشان ما يحترق السكر خليه ينطبخ عنار هادية هيك لآخر شي بنحط له شغلة واحدة يلا خلينا نحطه على النار وهلأ يا غوالي بعد ما غلل قطر معنا شبنا نحطله خليك انت هنيكا بنحطله عصير ليمون أو شرحة ليمون شغال عاصر هون تقريبا قدر معلقة أكل ونص من الليمون بسم الله ومنسكر عليه وبنتركه هيك دقيقتين لحتى تتفاعل الاسيديتي الحموضة تتفاعل معه وما يسكر وبعدها منطفي عليه وبنتركه لحتى يصير بحرارة المطبخ لأنه لما بننزله عن نمورة يعني يا جماعة أنا بس كلمة نمورة على حالة يعني بحس هون بلشت شغلات نمورة صحيح تغربت في عالم مرة عم بحكي معهم نمورة فكأنه عندهم النمورة هريسة يعني أنا كثير إجت غريبة بنسبة إلي يعني يعني نحن النمورة عنا هي طبقات من مثل البقلاوة يعني بقلاوة بقشطة بتكون تعتبروها كأنه عم نساوي بقلاوة بقشطة بس نحن نسميها نمورة يا غوالي وبناكلها برمضان وعطول ايضا بتكون فيكن تاكلوا مننا شغلة خرافية هلا بتشوفو وهلأ منجيب الخفاءة تبعنا الكهربائية عشان نساوي الاشطة عندي هذا الخليط أول شي اللي هو سميد ونشا وحليب وآخر شي حطيت سمنة وفيه شوية سكر كمان وعندي هون الحليب يلي فرطنا يلي صار قريشة شايفين نشفته من المي عالآخر الآخر طبعا أنا عم بعمل كمية صغيرة انتو بتكون تعملوا كمية كبيرة من هاي نشطة ضاعفوا الكميات قد ما بتكون يعني نفس العيار ضاعف الكميات يعني مسلا هون حطينا نص لتر حليب حط لتر معلقتين أكل النشا أربع معالي أكل سميد وعلى هالأساس إيسيا غالي هلا هاي بنزلها فوق الخليط هادا وبخلطهم الأفضل أنه نضربهم بمضرب كهربائي أما فيكن تضربوهم بإيدكن يعني بس هيك أفضل كمان طبعا هلا هي للساتة صخنة لما تكون صخنة ما بتكون قوامة متل لما تكون باردة لما تكون صخنة ما بتكون طعمتها متل لما تكون باردة عرفتوش لون فأنا هلا شو بدي ساوي بدي سكر عليها مشان ما ينشف وشها وأخذها على البراد خليها تتبرد مضبوط 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 وبعدها اشتغل فيها مشان تشد وهلا يا غوالي منجيب عجينة البقلاوة الجاهزة أي عجينة متوفرة ببرد تكون عجينة بقلاوة طبعا تكون ظريفة ما تكون ناش في قدر الإمكان عاي تكون شغل أبراثة وما تكون مفرزة المفرزة ما منيحة يعني مو نصيحة هلا بدي شغل الفرن على حرارة 200 فوق وتحت مع المروحة إذا ما في مروحة ما بيأثر لكن المروحة بشو بتفيد تفصل الطبقات عن بعض تخليها تنفش وتنهض بزيادة هاي نقطة كتير مهمة الناس شو بتواجه مشاكل بعجينة البقلاوة أنا بقلكن مشاكل اللي بواجهوها الناشفة يعني بيفتحها بيشعبشتر فيها بتتكسر معه بتلبكو يعني وعن جد فعلا هي بتلبك بلمس عليها بلاقي فيها روح يعني فيها رطوبة يعرفتو شنون يعني رطبة نوعا ما في عجين بقلاوة بتجي بتفتعر بتلاقيها يابسة بتهلكك هلك هلا ما فيها كتير مي هاي النقطة كتير مهمة بخليها هون ناحية بس حسيت العجينة شفت بزيتها فوقها بس ما بسعب غير هيك لحتى العجينة تضل رطبة بس ماشي شي انه فيها مي اذا فيها مي كتير بتتبلل تخرب العجينة هلا عندي سمنة هون قديش عندي سمنة عندي 300 جرام بيستعملون من السمنة طول الوقت هادولة تقريبا 6 معالق اكل 40 سمنة مدوبة هاي الاكلات دايما بتاكل سمنة بقلاوة نمورة الشغلات اللي فيها مثلا المبرومة الكنافة هالشغلات هاي كلها بتاخد سمنة لكن هون السمنة بترجع حتى الوربات مثلا بتاخد سمنة لكن بعد ما نقلي بالسمنة اللي بيزيدوا منرجعون نرجع نستعملون باكلة حلو تانية ما بيخربوا بجيب لهم اشي هيك بحطها هون بقلب السمنة وعلى الصينية استعملوا الصينية عنكن تكون ظريفة للفرن تقريبا هاي اياسة 40 ب25 هاي الصينية هيك اياساتها بدي يدها نستفل اول شي سمنة كتير منيح هاي اول طبقة من السمنة هلأ باخد طبقة من البقلاوة بسم الله لما تشتغلوا فيها يلي بيخربوا لا تخافوا منهم تستعملون يعني كله بتحشوهم بقلب الصينية ما بيبينوا بحط عالصينية وعادي ما مشكلة مشان الزوايد انا بدي زوايد اساسا بيلزموني يعني وبنزل هلأ بديبلش افرد كلهم بدي افردهم بنفس الطريقة يعني كلهم بدي ااخد وافرد عالوش نفس الطريقة ها بحط تنتين هاي وحدة وهي واحدة تانية ما بخلي طبقات تكتل فوق بعضها هاي اهم نقطة بعد ما فرد الطبقتين شو بساوي سمنة كل طبقتين بحط سمنة كل طبقتين بحط طبقة من السمنة هيك رش رشة ها شايفين هيك برش رشة بالسمنة منشان تنفوش منشان تنقلع العجينة قلي هي هون الفكرة انو تنقلع قلي فعلى هيك بدي سمنة بين الطبقات مو بين كل طبقة وطبقة بين كل طبقتين تحطوا طبقة من السمنة هلا بدي كمل على هي الحالة كم طبقة بدي حطي حطت 12 طبقة حطيت تنتين بقيان عشرة بحط تنتين بدها نسمة بحط تنتين وبدها نسمة وبرجع لكم وهلا يا غوالي صار عندي 12 طبقة هلا في شغلة كتير مهمة شو الفكرة من هذا الدائر ليش بديها القشطة بس نحط بالفرن تغلي تمام لما تغلي ما هتطلع من النص قد ما بدي تطلع من الطراف بدي تحاول من الطراف تطلع فالطراف لازم يكون فيهم هالسماكة هاي لحتى تقدر تصدى للإشطة وما تخليها تطلع لبرة قدر الإمكان يعني هي حتى على فكرة لو طلعت شوي بقلب الفرن يعني لو فارت هيك بس طلع من الفرن بترجع بتهدى وبترجع بتفوت عرفتوا شلون بس نحنا مشان نشتغل شي على المضمون بنسكرة بهي الطريقة أنا عملت كميات من الإشطة والقطر يعني كله على الأد شي كفيها الصينية هلأ إذا الصينية تابعكم مدورة لقل لكم شو بتساو بتجيبوها بتفردوا الورق بتحطوها على الورق بتجيبو مشرط وبتقصوا على الداير تقصوا على أد الصينية بتصيروا تحطوا واحدة واحدة وتدهنوا من شان لطراف شو بتساو لما قصيتوا زاد معكم من الورق بتقصوا بتصيروا تصفوا على الداير تمام داير الصينية منصيرهم نصف الورق يلي قصيناها زيادة أما الدوائر بس منطباها فوق بعض منطبق اطنعشر دايره فوق بعض شو منساوي منطبق دايره ومنمسك من الورق الزايد ومنحطوها على الداير منطبق دايره ومنمسك من الورق الزايد ومنحطوها Cola نذهب هيك تطلع شغلة أبرق طيب وين رايح اجيب القشطة لك ليك القشطة يا زين وين رايح? يلا خليني يجيب سباتولة يلا ها شوفوا القشطة ما شاء الله شايفين شوفوا شوفوا القوام شايفين قوام قديش تقيل هاي ما صلى كتير كمان ببرات شايفين ما احلاها هلا بحطة هوني مهم كتير القشطة اللي بنحطة انه تكون هيك ما تكون شو اسمو مبلولة او رطبة كتير من شان الورق دغري بيشرب لانه بيشرب السوائل اللي فيها وبيرطي لشان تعيش النمورة وقت اطول يعني هي طبعا النمورة من الاكلات يعني اطيب شي هي وتازة خلال 24 ساعة تتاكل اكتر من هيك يعني ما بتعود مثل الاول بس تتاكل يعني بس ما بتعود فيها هالقرشة وهاللزازة بده واحدة الله يبارك له غير شكل بعد ما فرضنا الاشطة يا غوالي من الرشريش هالفستو فيكن ما تحطوه فيكن تحطوه هو اطيب فستو مجروش منحط فستو حلبي مجروش كتير بيلبق معا وكتير طيب شغلة كمشة يعني ما تكتروه شان الجيبة يعني هم شيك حاجة عساس بالمحلات بحطونا اكتر من هيك هلأ بعد ما رشرشنا الفستو شايفينه هذا الداير شوفوا ش صار فيه يبس بدي يجيبه مقص وقص الداير كله وين المقص وين راح المقص ليكم المقص شوفوا ولا اسهل من هيك هلأ شو بساوي بالمقص شوفوا هون الزاوية بعمل هيك وبقصة شوي ما كتير من هون الزاوية بعمل هيك وبقصة ليش لحتى اقدر اتنية هيك بهذا الشكل شايفين خلاص هيك ختمت يعني انا اليوم هلأ ختمتها للنمورة ها وهلأ بدي ارجع افرد على الوش تبعه لكن انه هلأ في نقطة جدا مهمة اللي هي انه بدي اقص الورق على قد الوش يعني ما بدي ورق كتير كبير بدي اقص الورق على قد الوش او بفرده متل ما هو برجع بقصصه او لا خليني اقصه على قد الوش تبعه بسم الله ولا يا غوالي منجيب المصطرة والله قوية مهم منجيب المصطرة ومنقيس الصينية مع حوافة من بره يعني من هون لهون قديش سبعة وثلاثين ومن هون لهون قديش خمسة وعشرين فهلأ بقص الورق بقص عشر ورقات تقريبا او او اتناشر ورقة يا ربي اتناشر ورقة نحطينا اتناش منتعة نحط اتناش من فوق بقصهم على سبعة وثلاثين بخمسة وعشرين على حسب اياس الصينية اللي عنكم لازم يكون في زيادة مشان تدكك تدكيك من الدائر هلأ بعد ما قصينا هون منجيب هيك ومنفرد بهذا الشكل شايفين كيف زيادة هاي طبقة وهاي طبقتين وبنا نحط سمنة بس قبل ما حط سمنة لو رجيكم شغلة هون شوفوا هاد كم طبقة فيه هون عند التختيم ثلاث طبقات او اربع طبقات ما اكتر الباقي قصيتهم قصيتهم بالمشرط احسن هيك منشان ما يكون في طبقات كتير و بنفس الوقت بكون حامي الطراف منشان ما تطلع القشرة لبره هاي حطيت طبقتين باخد سمنة وبعطيه رشة سمنة وبكمل وهلأ يا غوالي بعد ما فردتهم للطبقات 12 طبقات بحاول هيك بييدي بقصبيعي دككها اول شي بعدين بشوف اذا لقيت فيه زيادة بدي قصهم بالمشرط بحط المشرط هيك المشرط كتير بيسهل لنا هاي العملية وهلأ يا غوالي بعد ما حطيت 12 طبقات عليه هون شو بساوي بجيب سكين عندي اي سكين شايفين هاي السكين الى حرف معاكس في السكين اي سكين بتوفر عمكن تكون طرف الى ما لو حد وبدككها تدكيك بسبت هيك اول شغلة شوفوا شايفين ليش انا قصيتها على قدة منشان ما تعزبني بهاي المرحلة شوفوا هلأ هيك دككتها لجوة بحيس قدر الامكان ما تطلع لبره مشكلة العجين طبع البقلاوة جاهز بينشاف ضغري يعني فبيلبك شوي يعني طال هيك بتلكنا الحل طبع القماشة حطوا عليها والرطبة دائما هلا بدي يشتغل بالتقطيع خليني قطع على قياس المسطرة يعني بحط المسطرة على قدة هيك وبقطع بس ما بقطع للاخير يعني ما بوصل للاخير ببلش من هون لهي النقطة ما بوصل للحرف تبع الصينية بسم الله طبعا المشرط هو أحسن طريقة للتقطيع نحن وعم نقص تنشف لما بدي أخد القصة التانية بقوم بحط لها سمنة منشان تريحني بسم الله وهلأ بعد ما حطيت لها السمنة طبعا السمنة الكمية اللي حطيتها ممكن تكون زيادة شوية لكن بعد شوي زازاد منها من صفيهم وممكن ما يزيد يشربوا العجين على حسب نوعية العجين لحتى العجين يطلع مقرمش ويستوي ويفصل عن بعضه كيف بتنقص لنا مورة بتلاوي شكلها شو بيسموها الشكل كان برياضيات متوازي الأضلاع على الأغلب ايه متوازي الأضلاع فهلأ قصينا هيك بالطول هلأ منقص هيك بالمائل هي بجيب المسطرة من هون بعير دغري من على الزاوية على قياس المسطرة بصير قص ما بروح كمان للآخير وهلأ يا غوالي لوين على الفرن بسم الله الفرن يشغل على حرارة 200 فوق وتحت مع مروحة بحطها على هذا الرف بسم الله يعني أول رف من تحت انتبهوا ما حطيتها من فوق أول رف من تحت وهلأ منخليها هي تاخد وقت عمهلة يعني بدتنقلة ألي عرفتم شلون لأ بتاخد وقت عمهلة ممكن تاخد نص صاعة ممكن تاخد أربعين دقيقة على حسب الفرن عنكن هلأ أول شي أنا ديش حطيتها بالرف الأول من تحت بديها تنشوها من تحت وتنهض من تحت بعدين تاخد لون من فوق اجيت لكم يا غوالي بسم الله يا ويلي على المنظر يا ويلي تعي 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 نفشة شو نفشة اي شو نفشة خرافية بتاعوا يعطوني وحدة الله يبارك له غير شكل على هالمنظر شايفين شوفو على هلنمورة ما أحلاء هيك بتطلع هي من الفرن نافشة كلها هلأ خليين صفي السمية دغري علس سريع هي وصخنة دغري بحط زبدية هيك وبميل بس شايفين ما أسهلا شوفوا قديش طلعت سمية ما شاء الله كل هادة بترجع وبتستعمله بتعمله عليه وربات بتعمله عليه شيئة لازم نصفيهم السمية مزبوط بس مثل القلب عم تعمل هيك دق 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 عم تدق دق وهلأ هي شو صخنة مثل النار بجيب القطر وبقترة أعطيها حقها من القطر طبعا ما كل القطر اللي حطه القطر إذا ما حطيته بهذا الوقت نار تعود تشربه بعدين هي بهاي اللحظة تكون مفتوحة المسامات وهيك منفوشة وتشرب القطر تمام هاي النقطة كتير مهمة هلأ بعد ما حطنا القطر بنتركها لأنه ده تهدي ده تنزل هلأ شايفين بلشت تنزل وتهدي بتهدي وبتشكل السمورة وبعدها بتقطع ومبلش ناكل يا كريم لك ما خلصتوا تصوير بقى والله جعت تعول أعطيكم واحدة الله يبارك له شوفولي على المنظر يا غوالي شوفوا القشطة مع الفستق هون طبقات العجين هيك تم قرمشة اللي بتاخد العل يا ويلي يا ويلي منغنغة بالسمن والقطر وهي يعطيها واحدة هيك شغل الله يبارك له وهي يا غوالي أحلى نمورة شغل أبراتي شايفين ما أحلاها بتاخد العل القشطة الحشوة خرافية يلي عم يصوروا داؤوا أما أنا الصراحة كمان ديت بس حيرجع عدوه هلا أنا من الصحن ما بحب هذا هيك هلا بدون يصورولي عنه خليني أخدي واحدة مصينية معليش شوفوا ما أحلاها من تحت شايفين اللون خليني يجيبها الفستق وغطها هيك بقلب الفستق غواصي شايفين ما أحلاها عندك واحد نمورة شغل عمك أبراتي بالقشطة والفستق بسم الله بس صوت القرشة مغريفون شغال سمعته صوت القرشة وهي واحدة تانية مشان انتو شو ما تزعلوا بسم الله هاي لوين يا غوالي هاي على المعدة دايريكت هاه وهيك يا غوالي اذا عجبكم الفيديو كم العادة شاكل صوتنا الأمور كان معكم شيف عمال kusين يا أخذها بصيت فيها سلام ادش كلهم اللون ما موهر particularly كتبونا تحت التعليقات حبايي بالقلب اذا حبيتو الحلقة مد ايضاك يا غالي وهون في زر اشتراكك كاني أنا شايفهه من هنا في اسلية وبشقيتها بمشقيته في جرس كبس عليه بيرن لا ما بيرن بس بيصير يصلاك اشعار كل ما تنزل حلقة من برنامجي برنامج ما أكل هنا على قناة تلفزيون الآن سلامات يا غواي